اشتركوا في القناة 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 طيب اشتركوا في القناة 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 للوضع بالوضع الثانية هي أعطت الهيدروجين فبما أنها أعطت فهي دونر فهنا جاءت دونر وجاءت أكسبتر وتقدرون تشوفونها تحت عندنا هذه اللون بير حقتها فلو كان عندي هيدروجين بوند رح تأخذ الهيدروجين وعندها هيدروجين لو جاني عنصر الإلكترونيزية حقتها عالية رح يقدر يأخذها فهي اشتغلت كأزا دونر و أكسبتر في نفس الوقت طيب خلونا نشوف السادري بعد شي يقول نوع الثالث çıktı نتكلم عن نوعين الدايبول دايبول دايبول لا يصلسemos أَفضحون و كيف تصدح؟ يقول لك الدايبول دايبول التاراكشن لا تصد حتى عند كان عنصرين وكلهم عندهم دايبول الـ Electro-negative طيب خلوني خلوني وراءكم في البداية نفس ما ما سوف نفوق عندنا الكربونيل هذا راه نحدد واحد منهم راه يكون positive وواحد منهم راه يكون contest لأنه هو دايبول كيف يحدد positive والnegative الـ Electro-negative هذا راه يسحب التالي بنفس الطريقية يسحب التالي فتقضي وقتها فوق فهذا راه يأخذ علامة الـ Negative وعلامة الـ Negative هنا يقول لك يقول لك ان الـ Positive Charge فح نعطيه العلامة هذه سوف نعطيه العلامة هذه الطريقة التحديد يقول لك طيب لما يجي عنصرين زي هذي جنب بعض هنا رح يصير الـ فلو تلاحظون عندي هنا في هذه الألدهايد أعطانا الأكسجن مثل الكاربون أعطانا وفي نفس الجهة بالمقابل نفس الشي الكاربون في العنصر الثاني الكاربون ووجدونdevelopو والمركب الأول سيرتبط مع المركب الثاني ويطبط مع المركب الثاني وكنت أيضا يعني ستعاكس الإشارات في المركبين وهذه هي الايل بالي 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 عندنا المركب الأول فاندريفال الانتراكشن وهو الذي يصير نفس الشي يعتبره الدي بالي بالي يصير مجرد هذه interesting Tell the Esto which can normally be expected to be equally distributed أيدي داحث إن الالكترونات في الالكهايل ستكون Golden Ball ستكون الأغطابtic لتساويпа هذا هو Nan Ballot توزيع الأغطابيلاود لم يعود الاستواز كان هناك tell the Esto… But we must become ph Call من allí الألكترات تتحرك في واحدة المثال gibtه في واحدة من الثوانية ستكون توزيع الألكترات ستكون بالترتيب Als two sec or two sec وفي وقت من أوقات العنصر وفي وقت ثاني من أوقات العنصر ستكون بالطبع لأن Judge vai back to later لأن ذلك التحرك فأكيد سوف wszystko ستكون دور من اللحظات ستكون اللجة الألكترات متركزة في جهة أكثر من الثانية فمثلا هذا بعد لحظة أو بعد ثانيتين ثلاث ثواني صارت الإلكترونات تجمعت في جهة واحدة طبعا في الأجزام الثانية وترجع نفس الطبيعي فالإلكترونات تتحرك فما صيرها بتتحرك لما تتحرك رح يصير في لحظة من اللحظات يكون التوزيع الإلكترونات غير عشواء غير متساوي رح يكون التركيز في بعض الجهات أكثر من جهة ثانية فلما يصير في الحالة هذه لما يتأثر زي كذا في هذه الثانية وجاء لامس عنصر ثاني أو قرب من عنصر ثاني فجاءنا عنصر ثاني العنصر الثاني كان موزع بالتساوي العنصر الثاني كان موزع يعني هذا المولكيوز رقم واحد جاءنا المولكيوز رقم اثنين والتوزيع عنده بالتساوي نفس أي عنصر ثاني طيب لما جاء قرب جاءت النغاتف تشارج هذه وأثرت على العنصر الثاني أثرت عليه طيب النغاتف تشارج لما تجي وتأثر على العنصر الثاني النغاتف تشارج هذه رح تهرب منها لأننا نعرف أن المتشابه يتنافر فلما تقرب الـ Negative Charge من العنصر هذا الـ Negative Charge اللي في العنصر الثاني راح تروح للجهة الثانية راح تجمع في الجهة هذه فخلونا نمسح من داخل فـ Negative Charge قلنا بما أنها قربت من بعض وهذه هنا راح تكون الـ Negative الجهة هذه راح تكون Negative فقربت من العنصر الثاني الـ Negative هذه راح تتسبب للعنصر الثاني أنه بعد يتوزي يخلي الـ Electronate تتركز في جهة ثانية فـ Electronate اللي كانت هنا راح تهرب للجهة الثانية كلها راح تهرب للجهة الثانية والـ Positive راح تسويه الـ Positive راح تقرب عند الإلكترونات فلما تقرب راح يصير بينهم Positive و Negative راح يصير بينهم تجاذب التجاذب هذا اللي ينسميه Vanderval Interaction أتمنى وضحت الفكرة معلش إذا حستكم Electron و Positive Charge و Negative Charge بس الفكرة واوها الفاندرفال يصير للمركبات اللي تعتبر ننبولر ودائما يصير للـ لأن التوزيع يكون بالتساوي لكن في لحظة من اللحظات يصير فيه تركيز في جهة معينة التركيز في جهة معينة سيؤثر على العناصر اللي حول العنصر اللي متأثر فهمتوا كيف؟ فهذا راح يخلي العنصر دايبول وهذا اللي بعده يخلي دايبول وهذا يخلي دايبول وهذا يخلي دايبول وهذا يخلي دايبول طيب فاندرفال تعتبر من أضعف المعلومة اللي لازم تعرفها أن الفاندرفال تعتبر من أضعف الـ Interaction اللي ممكن تصير الـ Inter Molecular طيب إذا كان الفاندرفال تعتبر من أضعف الـ Inter Molecular يقول لك لما يكون التفاعل بين الفاندرفال في نفس الموليكيول سنسميه Intra لما يكون التفاعل بين عنصرين مختلفة في عنصرين مختلفة سنسميه Intra Molecular فهذا سنسميه Intra لأنه تلاحظ الفاندرفال هذا والفاندرفال هذا كلهم في نفس الموليكيول كلهم على موليكيول اللي تحت رح نسميه Intra Molecular ليش؟ لو تلاحظ الفاندرفال هذا الفاندرفال هذا على موليكيول على موليكيول هذا واحد وهذا ثنين طيب يقول لك في الـ Inter Molecular بوندنج لتعرف الـ الفاندرفال يجب أن يكون محتى يصير الانترموليكيول يعني ممطقيا ما رح يصير الانترموليكيول إلا إذا كانوا قريبين فلو كان العنصر مثلا الفاندرفال الأول حقنا هنا والفاندرفال الثاني موجود هنا هل تتوقع بيصير بينهم تجاذب أو تنافر أو أي قوة ممكن تصير بينهم؟ أكيد لا لأنهم بعيدين عن بعض فالشرط من الشروط أن يصير الانترموليكيول لازم يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يتحقق أو ممكن الشرط هذا يتحقق إذا كان عندنا الموليكيول فليكسبل إذا الموليكيول يقدر يتحرك مرن يعني يقدر يقربهم الاثنين مع بعض كويس فمثلا لو كان عندنا لو قلنا هذا هذا الـ فانكشنل جروب حقنا وهذا هنا الفانكشنل جروب الثاني حقنا فالفليكسبل سيقرب بثانيين من سيحاول إذا أفضل سيقرب الثانيين من بعض وهذه الأول سيقرب من بعض لتفاعلهم فهذه الانترموليكيول لازم تكون قريبة من بعض هذا الشيء الأساسي لازم تعرفها يقول يجب أن تكون مرتبب مريكيول تقرب على مرتبوب لتضفع المركب ماذا نقول لعن المركب فيعلاف المرة وتقدر الموية تسوي ترابطات معه تقدر تدخل داخل العنصر ذا وترتبط فيه هنا رح يكون ووتر سوليبل لما تقدر الموية ترتبط مع العنصر حقنا ما رح يصير ما رح يصير ووتر سوليبل فعشان كذا يقولك انه لازم الانترا والانترا والانتر مليكولر انتراكشن لازم تنكسر فلو تلاحظون عندنا هنا عطانا ميثانول وحطها في الووتر الميثانول لو تلاحظون هنا مسوي هنا انتر مليكولر فلما اجي حطها في الموية كيف يصير ووتر سوليبل لازم تنكسر البوند هذي وتنكسر البوند هذي عشان الووتر تدخل داخل وترتبط فيها فلو تلاحظون لما دخلتها في الووتر ايش صار عندنا الميثانول هذا شوفو ايش صار له هذا هو الميثانول نفسه انكسرت البوند حقته كان رابط مع ميثانول ثانية لا الحين صار رابط مع ووتر عشان يعتبر ووتر سوليبل وفي الجهة الثانية نفسها بعد الضحظون هنا كان رابط مع ميثانول لا انكسرت وربط مع ووتر فلازم العنصر تتفكك الانترا والانتر مليكولر بوند عشان يسوي هيدروجين بوندين مع ووتر هذا اللي لازم يصير عشان نقول عنه ووتر سوليبل نتمنى وضح السلايد هذا خمشوفوا لي بعده طيب يقول لك ان الانترا مليكولر بوندينج اقوى من الانتر مليكولر بوندينج البوند اللي تصير في الموليكولز نفسه اقوى من البوند اللي تصير في 2 موليكولز في موليكولين مختلفة عنصرين مختلفة او مركبين مختلفة باستخدام الاستخدام الانترا مليكولر بوندينج اقاون مع المعلومة عشان الموليكولار للبيوتينه أفراري ان الانتر مليكولار بوند يكون بولير كامبار فلا تلاحظ امنا هذا المركب يعتبر فيเลير كامبار هذا بولر وهذا بولر وهذا بولر وهذا بولر فتلاحظ انه يوجد الكثير بولر ورغم ذلك يعني انه ليست يذوب في الماء لماذا؟ لأن الانتر موليكولر قويه فلا يمكنك انكسر ويدخل ويركبه ويرتبط معه لان الانتر موليكولر قويه for an controversy سبب انه يكون باستمر طيب جينا في أمتع جزئية صراحة في السلايد هذا واللي كيف تحسب كيف تعرف إذا الواتر سويبل ولا انسوليبل طبعا الجدول هذا مطلوب منكم حفظه وخلني أعلمكم كيف كل الفنكشن القروب اللي يعني صار كلها بولر وحنا نعرف أن البولر واتر سوليبل الحين نعرف أن الكحول مثلا الكحول هذي كم تذوب كربونات فأنا نقول أنها تذوب ثلاث كربونات الفنول كم تذوب تذوب ثلاث كربونات الإيثر يذوب كربونتين الألدهايد كربونتين الكيتون كربونتين الأمين أربع كربونات الكربوكسيرك أسد ثلاث كربونات الأمايد والإستر ثلاثة اليوريا والكربونيت والكارباميت كلها تذوب ثمتين فأنت الحين مطلوب منك تحفظ لو جيت سألتك الإيثر كم يذوب أنت رح تعرف أن الإيثر يذوب ثمتين طيب إشي الفايدة نحفظ الجدول خلوني أوريكم إشي الفايدة نحفظ الجدول عندنا مثلا المركب هذا ونبغى نعرف هل هو water soluble ولا water insoluble كيف أعرف أول شي حنا خلص عرفنا للfunctional group كم تذوب كربونا فنجي نعدل functional group عندنا هنا اثر هذا واحد اثر عندنا اثنين اثر ثلاثة اثر فعندنا ثلاثة اثر ثلاثة اثر وحنا نعرف ان ال ما عليش حنا نعرف ان ال حنا نعرف ان ال اثر يذوب ثنتين فخلص عندنا ثلاثة اثر ثلاثة ضرب اثنين تساوي ستة كربونات يعني ستة كربونات يقدر ال اثر يذوبها في المركب هذا طيب نشوف functional group الثاني عندنا فينول خلص انا وريتكم كيف نطلع الحين الباقي عندنا واحد فينول اللي هو هذا ونعرف ان الفينول كم يذوب من الجدول الفينول يذوب ثلاث طبعا انت ما عندك الجدول ترجع فيه انت لازم تكون حافظها في راسك وتعرف على طول الاماين يقلنا يذوب عندنا اربع هذا هو الاماين يذوب اربع فراح يكون عندنا اربع عندنا اماين واحد واحد ضرب اربع رايطينا اربع والفينول عندنا فينو الوحدة ففينول ضرب ثلاث كربونات رايطينا ثلاثة الحين تجمعهم ستة زايد ثلاثة تسعة تسعة زايد اربع ثلاثة عشر كربونا الحين عرفنا الـ function group اللي موجودة عندنا الـ boiler group اللي موجودة عندنا تقدر تذوب ثلاثة عشر كربونا بس فخلونا نعد كم فيه كربونا هنا عشان نعرف هل المركب يعتبر water soluble ولا insoluble ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنائش ثلاثة عشر اربع عشر خمسة عشر ستة عشر سبع عشر ثمن عشر تسعة عشر كربونا عندنا في المركب هذا فعندنا تسعة عشر كربونا وعندنا فانكسنل جروب تقدر تذوب ثلاثة عشر فراح يبقى عندنا كربونات ما ذابت فعلى طول راح نقول عندنا water insoluble هذه طريقة استعمال الجدول عندنا مثال ثاني المثال الثاني ما راح اطول فيه السريع عندنا هنا لو جينا نعد كم عندنا فينول عندنا هذا واحد هذول اثنين او اتش فمع هذا راح يكون عندنا اثنين فينول قلنا الفينول يذوب ثلاث كربونات فاثنين في ثلاثة راح يعطينا ستة طيب عندنا كربوكسيلك اسد وحدة الكربوكسيلك اسد راح تكون تذوب ثلاث كربونات في واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة راح يعطينا ثلاث كربونات عندنا الاماين قلنا يذوب اربعة أماين ضرب أربعة راح يعطينا أربعة فنعد ستة زايد ثلاثة تسعة تسعة زايد أربعة ثلاثة عشر كربونة نقدر نذوبها طيب خلونا نعد كم في كربون عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حينما راح نعد هذه لأن الكربونة هذه لأنها تعتبر جزء من الكربوكسيلك أسد أصلا لو تلاحظ الكربوكسيلك أسد اسمها COOH فالكربونة هذه ما تنعد فعندنا تسعة كربونات الفنكشنال جروب عندنا يقدر يذوب 13 فهل كل الكربونات ذائبة؟ كل الكربونات ذائبة فهنا راح نسميه Water Soluble هذه طريقة استعمال الجدول طيب عندنا اللوكبي وهو جدول ثاني يقول لك اللوكبي is a major of the solubility characteristic of the whole molecules one can use fragment of the whole molecules and assign specific hydrophilic value البي فاليو ورح أوريكم البي فاليو تحت يقول لك A calculated log B can be obtained by the sum of these values طيب حنا عندنا بي فاليو لما نجمع البي فاليوز نجمع البي فاليوز على بعض راح يعطينا اللوكبي يعني اللوكبي يساوي sum البي فاليو طيب البي فاليو من يجيبها من الجدول هذا طبعا الجدول هذا مو مطلوب منكم حفظه بنفس طريقة الجدول اللي يفوق لازم تعرف ان الالكين يذوب معلش الالكين يكون زايد 0.33 الالفاتك تعتبر زايد 0.5 زايد 0.2 لازم انت تكون عارفة لا معلش مو لازم تكون هذا الجدول يجي معطى في الاختبار بس اعلم كيف تستعمل الحين في مثال تحت بس خلوني نقرأ أول شي يقولك باي موز باي موز لما يكون عندنا باي البوزيتف معناتا انه لما يكون عندنا باي معناتا انه هيدروفليك يعني اذا كان بوزيتف ليبوفيلك إذا كان نيكتف هيدروفليك طيب يقول لك الجمع لما يكون عندك a compound with some value over اللي هو اكثر من positive 0.5 هذا راح نسميه ونقول عنه water insoluble لما تكون اقل من positive 0.5 هذا راح نسميه water insoluble الحين خلونا نشوف كيف نطلع ال B value وكيف نجمعها طيب عندنا المثال هذا الحين عندنا او شي نفس الطريقة راح نشوف ال Functional Group عندنا Phenol في انه راح نقول عنه زايد اثنين في الجدول عندنا زايد اثنين عندك الجدول في اختبار فرح تطلع الاختبار معناته positive اثنين طيب ال Alphatic Carbon ال Alphatic Carbon عندنا ستة اللي بتبتعدها هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة carbon 2 carbon 2 هذه ستة Alphatic Carbon فرح كل Alphatic Carbon تعطينا positive 0.5 وهذه موجودة هنا تقدر تطلعها 0.5 ويطلع عندنا positive 3 ومش بنفس الطريقة اجمع كل الاعداد هذه طيب طلع عندنا زايد اثنين زايد ثلاثة هذه زايد خمسة عندنا positive 5 طيب اليوم موجودة بخمسة طيب ناقص اثنين لان هذه minus 2 ناقص اثنين راح يكون ثلاثة ناقص اثنين راح يكون ثلاثة ناقص اثنين راح تكون اثنين فاصلة ثلاثة فالمجموع حقنا طلع هذي كلها تعتبر بي فاليو هذه البي فاليو فالمجموع حقنا طلع positive 2.3 هذا اللي هو هذا اللوغ بي اللوغ بي عندنا طلع positive 2.3 طيب نرجع للقوانين حقتنا لما يكون positive لما يكون positive مش قلنا نقول عنه لما يكون positive نقول عنه لما يكون positive لعبوفيلك فالمركب حقنا هذا يعتبر لعبوفيلك طيب خلصنا حددنا لعبوفيلك طيب هل هو اقل من 0.5 ولا اكثر فهذا طلع عندنا 2.3 فهو اكثر من 0.5 فرح نقول عنه الووتر انسوليبل فهذا يعتبر انسوليبل لايبوفيليك و انسوليبل بهذه الطريقة تحلل الجدول الثاني اعتقد الطريقة واضحة في كل المثالين نفس الطريقة تستعملها وطبق على الاكزامبل طيب دينا الاخر شي واللي هو البارتشينك كوفيشنت وهي اللي تعتبر نستعملها عشان نقيس البارتشينك البارتشينك هو موذمت من موليكول من واحدة إلى اخرى الموذمت الذي تصير من فاز لفاز ثاني ورح اوضحها لكم تحت مثال البارتشينك عندما يصير الدراج بين الاخرى والليبوفيليك دعوني انزل تحت اوضحها لكم البارتشينك كوفيشنت يقول اذا اوضحها لكم اوضحها لكم الكوب هذا مثلا او الوعاء الكوب هذا رح يكون مقسوم القسمين رح يكون فيه وقالك انه عندك يعني وسطين ما يندمجون في بعض فالوسط الاول عندنا رح يكون في المثال هذا رح يكون الووتر هذا الوسط رح يكون ووتر والوسط الثاني سوف نغير اللون رح يكون اللبد هذا هو الوسط الثاني طيب لما السوليوت اللي رح يكون داخله هل تعتقد انه بيكون واقف الحالة؟ طبعا ما رح يكون واقف رح يبدأ يصير لبارتشينك رح يصير لبارتشينك رح يصير مثلا العناصر هذي هذا هو السوليوت حقنا رح تبدأ تطلع فوق بعدين ترجع تنزل وتطلع وتنزل هذي تبقى تطلع فوق تقعد شوي بعدين ترجع تنزل تقعد شوي تطلع فوق تنزل كل الموليكولز رح يصير فيها زي كده الى ان يوصلون للإكوليبريم الى ان يتشبعون الى ان يصل للإكوليبريم لما يوقفون رح يصير عندنا جزء من الموليكولز رح يكون فوق وجزء رح يكون تحت طبعا ما لازم يكون بالتساوي كيف نحسب الليبت رح نجد عند الفيز 1 اللي رح تكون ووتر الفيز 1 عندنا رح تكون Wei ونحسب الى Bunun نجد عند الفيز 2 وهي wys dooil ونحسب ال Concentration فرح يطلع عندنا� el partition coefficient القانون يقولك أن ال concentration حق chemicals على ال Concentration حق eventually سوف يطلع لنا البارتشين كو افشنت لما يطلعنا البارتشين كو افشنت هناك خطة في السلايد يجب أن تركز عليه لاحظوا هنا حطلنا الواتر فوق وهذا خطة الواتر الواتر هو اللي فوق الواتر يكون فوق و الواتر يكون تحت وهو كتبها لك هنا نحن في الواتر في الفيز 1 نستعمل الواتر الفيز اللي فوق هذا الاويل نستعمل مركب اسم الاوكتانول هذا هو اللي نستعمله كلايبوفيليكفيز اوكتانول طيب لما لما يطلعنا ناتج البي هنا خلاص لما يطلعنا ناتج البي نحسب الليبوفيليسيتي فلما يكون ناتج البي عندنا لما نحط الواتر بيطلع لنا ناتج البي البي هذا اذا كان عالي عندما يكون HIGH الهايدرو فوبستي عالي يعني lei见 Basm كلما زادت herpes كلما صار Tsg كلما قلت herpes فيما يكون spent عندما يكون عندي HIGH وعندما يكون هناك هو McGそ Lydia price إن شكرا فيما يكون سوف يكون البلغ من الواتر هذه هي الطريقة طبعاً هنا يقولك الواتر يجب أن يكون بعض دقائق من الواتر هذا هو مهم لذلك دعني أوضح لكم ماذا يقصد في هذه يقولك حنا ما رح من الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها ما في دراج سيكون مئة بالمئة يجب أن يكون في درجة وفي درجة يجب أن يكون موزوم بين الثنتين يجب أن يكون موزوم بينهم لأن جسمنا ليس كل موزوم نحن نعرف أنه لدينا الممبراين مكونة من البلغ لذلك يجب أن يكون الدواء فيه شوية البلغ من البلغ لكي يستطيع أن يتخطى الممبراين فهذا أتمنى وضحة كيف تحسب البلغ من البلغ عن طريق الـ الواتر ونحسب طبعاً لا أعتقد أن هناك معادلة بالأرقام لكن أعرف المفاهيم الأساسية أنا لا أعتقد أن أستطيع أن تسأل الدكتور فيها طيب هنا أعطانا أمثلة على الـ أعطانا أمثلة على الأدوية مثل الجنتامايسن من الأدوية التي تكون ووتر سوليبل بدرجة عالية بما أنها ووتر سوليبل بدرجة عالية فلنحن نعرف أنه لا يمكن أن تسوي من قبل الممبراين لا ي Amsterdam لن تصيح لها في التمنة الممبراين مثلاً في التمنة الوتر سيليبيتي عالية هذا ما رح نقدر نعطيه أوريلي مثلا هذا اللي بيك تعرفه من الدواء هذا ويحفظ اسمه الدواءين هذي طيب تذكرون فيه لكتر كم خلنا نذكر لكتر آخر لكتر بميد 1 اللي يتكلم عن تذكرون كنا ندور عنصر يعطينا نفس فعالية العنصر اللي عندنا لكن يحل السلبية فيه لما يكون عندنا هذا المركب المركب هذا الوتر سيليبيليتي حقيته عالية مرة انا بينقص الوتر سيليبيليتي حقيتي رح نقص من البولر حقنا رح نقص من البولر فراح نقص من هذه الحين وش رح اصوي رح أدور عنصر يعطيني نفس فعالية الأكسجن لكن يكون libit soluble فالعنصر هذا رح يكون سلفر لما بدل الأكسجن بالسلفر رح يعطيني دواء رح يعطيني مركب بلبت سوليبليتي أعلى نفس الشيء في المثال الثاني لو تذكرون فيه لكتر كم كان هذا فيه لكتر أول لكتر يمكننا نتكلم نقول أن الهالوجين تزود اللبت سوليبليتي فلما يكون عندي عنصر أو مركب أو دواء يكون الووتر سوليبليتي فيه عالية لما أضيف عليه هالوجين حنا أضفنا هنا كلور رح تصير اللبت سوليبليتي فيه تزيد فعندنا أول شيء السلفر رح يزود اللبت سوليبليتي عندنا الهالوجين رح يزود اللبت سوليبليتي وفيه بعد عندنا عندنا الكائل الكائل جروب تزود اللبت سوليبليتي طيب عندنا آخر جزئية واللي هي البرو دراج يقول لك البرو دراج is an active drug linked to carrier group that can be removed enzymatically البرو دراج are generally esters or amide البرو دراج have greatly modified laipofilicity due to the attached carrier والبرو دراج is biologically inactive طيب عندنا مثلا الدراج هذا الدراج هذا الووتر سوليبليتي عنده عالي الدراج هذا ما عنده اللبت سوليبليتي عنده قليلة فأنا أبي أعطي اللبت سوليبليتي عشان يتنقل براحته وش رح أسوي هنا ما رح أسوي زي فوق وضيف عنصر لا رح أجيب كارير كارير ذا زي السيارة يركب فيها يوديه للمكان اللي أبي طيب أجيب الكارير حقي اللي هو بعد ما أركب يعني يكون عندي active drug هذا هو الactive drug وحط عليه الكارير لما حط عليه الكارير هنا رح يصير اسمه برو دراج نفس اللي تحت اللي تحت هذا الحين اسم برو دراج هذا هو المركب حقنا هذا هو الدواء حقنا اللي حددته بالأحمر رح أحط فيه الستر أو امايد لأننا نحن قالين أن البرود راجي ما تكون استر ولا امايد بعدها رح أحط جروب يزود الليبو فيلسيتي الجروب هذا هنا حط لك الألكال لأني توقعي لكم أن الألكال تزود الليبو فيلسيتي طيب لو تذكرون في لكترون نعتقد تتكلمنا عن الألكال وقلنا أنها كل ما زادت عدد الكاربونات فيها كل ما زادت الليبو فيلسيتي فلاحظوا كم عدد الكاربونات فيه هذه عندي هنا تسع كاربونات فأكيد الليبو فيلسيتي بتزيد بشكل كبير طيب بعد ما ركب الكارير بعد ما ركب الكارير هذي صارت هذا هو البرو دراج حقنا إلى ما يوصل لمنطقتها بعد أن تجي الإنزيمات ورح تكسر الكارير هذا ويرجع الدراج عندنا اكتف لأن في وضعية البرو دراج دعنا نمسح لنحسني حس كثير في وضعية البرو دراج رح يكون الدواء اناكتف يعني في الوضعية هذه هو اناكتف إلى ما يوصل لمنطقتها تجي الإنزيمات تكسر الأستر هذا ويطلع الكارير ويبقى عندنا الدواء ويرجع اكتف ويرجع طبيعي هذه هي فكرة البرو دراج أعتقد كده خلصنا بس في تعديل بسيط أنا في ال يبقى الضبط هنا أنا كنت أقول بي فاليو وقلتها كثير بي فاليو بي فاليو خطع علي هي المفروض أني أقول باي فاليو كل فراغمنت له وين الجدول كل فراغمنت له خلوني أمسح كل فراغمنت من هذه لها باي فاليو نحسب باي فاليو كلها مثلا عندنا زي عندنا في هذه عندنا هذا بي فاليو رجعت قلت البي هذا الباي فاليو معلش البايستاد لحستني شوي هذا الباي فاليو أجمع كل الباي فاليو ويعطيني اللوب بي بالقانون هذا يعني شرحي كلها صح بس كنت أقول بي فاليو وهذا خطع المفروض أني أقول باي فاليو وبس كده خلاص نكون خلصنا لكتشر موفقين في المد بإذن الله وفي أمان الله